اشتركوا في القناة المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام بمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف شخصية من المسؤولين السياسيين وقيادات العمل الأعلامي وتحدث وزير الإعلام في جلسة حوارية بعنوان حوار وزراء الإعلام العرب أكد فيها أن الدول العربية اليوم وفي ظل تعدد الأدوات الإعلامية غير تقليدية تخوض مواجهة مباشرة مع التطرف وخطاب الكراهية مستذكرا في هذا السياق شهداء الواجب الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم الزكية فداء للواجب الوطني السامي في قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين ضمن قوات التحالف العربي كما تطرق وزير الإعلام إلى أهمية دور الإعلام العربي في مساندة جهود الدول العربية لتحقيق الاستقرار والتنمية لافتا إلى أن الإعلام العربي اليوم لديه كافة الإمكانات والكوادر القادرة على مواكبة مختلف التحولات الراهنة إقليبيا ودوليا وأكيد سعدة وزير الإعلام أن هناك مسؤولية مستجدة بأهمية بذل الجهد في أن تضمن تقنيات الدكاء الاصطناعي ما يعكس القيم الأصيلة للمجتمعات العربية وتقاليدها وتراثها لدى الأجيال القادمة بالإضافة إلى التعريف بحضارة البلدان العربية البحرين الحقيقة تميز بتجربة أنا أعتقد أنها مميزة في المشروع الذي يطلقه سيد جهات الملك في مسيرة التنمية الشاملة والإصلاحات التي صارت في القوانين بشكل عام بما يتيح للرأي أنه يقدم وأنه يكون جزء أصيل من البناء وجزء أصيل من اتخاذ القرار يعني نحن اليوم في وزارة الإعلام كمثال بالنسبة لنا المقالات التي تكتب من كتاب الرأي حتى التحقيقات الصحفية التي تقوم بها الصحف وعندنا يمكن زملائنا المرئيسات التحرير موجودين معنا تفيدنا في اكتشاف جوانب لم نكتشفها بألياتنا التقليدية في البحث تفيدنا في استشراف أجزاء من المستقبل لم نستطع استشرافها تفيدنا في إدخال أفكار جديدة على أفق التفكير بالنسبة لصانع القرار فلذلك الأجواء الحرية هي أساسية تماما ولكن أيضا من المهم جدا أننا نعي أننا في معايير تنطبق على منطقتنا لأن الوضع الجيوسياسي والوضع الثقافي والمعايير المتعلقة بالقيم وأهمية صيانة مفهوم الوحدة الوطنية والدفاع عنها باعتباره أساس الاستقرار والنماء هذه مسألة أيضا مهمة ولا ولا يعني إحنا أيضا مهم أن نحن ندرك أن نحن ما زلنا في حارب مع التطرف يعني وفي هذه المجال لا بد أن نستذكر التضحيات التي قام بها شهدائنا وصادت روحهم الطاهرة إلى بارئها دفاعا عن واجبهم الوطني المقدس وعن أمتهم العربية والإسلامية فيه يعني هجوم الحقيقة يعني عداء غادر يعني يمس مصلحة الجمهورية اليمنية في المقام الأول نعم ويبين عدم اهتمام من هذين اللي قاموا بالعمل بمصالح استقرار الجمهورية اليمنية ووجودها إلى جانب أشقائها في جو من السلام والاستقرار أشياء يجب أن نحن نوفرها للشباب أهم اللي بيقودون قاطرة التطور في قطاع الإعلام إذا وفرنا لهم هذه الأشياء أولا بنية تحتية قوية من ناحية التكنولوجيا اليوم البحرين الحمد لله على مجال الارتباط بالإنترنت تقريبا أو مبتقريبا هي وفقا للإحصائيات هي البلد الأكثر تطورا في الشرق الأوسط ولذلك احنا أكثر ناس ما في شك طبعا أن الدول العربية يعني كلها في مستوى عالي من الكنكتفتي مع الإنترنت فأي تطور في العالم مبتاني يوم في نفس اللحظة لوصول عندك الجزئية الثانية اللي هي أن يكون في بيئة قانونية واقتصادية تسمح لهم بإظهار بداعاتهم أنا أقول لك شيء بفاجئك لأننا كنا نتكلم عن مسألة الذكاء الاصطناعي اليوم عندي الشباب في الوزارة مجموعة من الشباب الصراحة أبهروني بموضوع يعرضوا علي موديل شلون أن نسوي المنامة بحيث أن نقدر أن نحنا نسلمها أي مطور ويقدر سوي من عليها تطبيقات متعددة مثلا هفلام في سي جي آي فيديو جيمز متابيرس يعطيك دايمانشنز بالضبط نفس الواقعي وهذه أنا أتكلم عن شغل استواء داخليا في الوزارة أنا ما أتكلم عن أن نحنا تعقدنا مع شركة عالمية ليدريك يعني أن الشباب اليوم هم قادرين على أنهم يصنعون التغيير بإمكانيات محلية لما تعطيهم البيئة الصحيحة الحريات التي تمنح للشباب الإعلاميين بمختلف يعني أصنافهم سواء صانعين المحتوى أو التقنيين أو غيرهم تفاجئك بالإبداعات أهم شيء أن الرسالة الإعلامية تكون موجودة في هذه التكنولوجيا أو هذه التكنولوجيا الجديدة لازم تهقافتنا مثل ما تفضل السمو الشيخة لطيفة في الجلسة السابقة تكون متضمنة في هذه التكنولوجيا الحديثة يعني الذكاء الاصطناعي اليوم يبرمج على تعلم الآلة الآلة ماذا ستتعلم؟ هل سيكون لنا دور في تعليم الآلة ثقافة حميدة تعزز الاستقرار والقيم الطيبة والتآلف والوحدة الوطنية ولا ستترك حق هي تتعلم ما هو من تشر في الانترنت من تطرف أو غيرها من خطاب الكراهية أو غيرها أو إيديولوجيات أتنبية ممكن أن نتأثر على تماعاتنا سلبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر